شكراً لكم عافية إن شاء الله اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جداً اللي هو موضوع free writing الكتابة الحرة رح نتطرق في هذا الشرح تحديداً على كيفية كتابة المقالة لارتكل أو الإساي لأنه كل تركيز الوزارة عليها رح أعطيكم بعض المعطيات من خلالها رح تتمكن وتكتبوا بطريقة صحيحة وممتازة وبكل سهولة وإن شاء الله الطالب المتمكن رح يجيب علامة كاملة والطالب خليجي نحكي الغير متمكن نوعاً ما رح يجيب أقل ما فيها علامة كويسة قيما بلاش حاب أذكركم لنستدعمون القناة باشتراكاتكم ولا تنسوا أيضاً تعمل شير لجمع زملائكم خلكم يستفيد وتحمل فائدة في البداية أنا حاب أحذر بعض الطلاب اللي بيعتمدوا على النماذج الجازة النموذة الجازة خطأ مية بالمية إذا كتبت رح يسيبوا لك كل موضوعك خطأ ليش؟ لأن النموذة الجازة لا يتطرق لموضوع اللي طرحيته الوزارة في الامتحان يعني اللي بيجي يحكي لك مثلاً اكتب عن فوائد وسلبيات كذا طب هو مش موجود إنت مش طارح ولا فكرة تخص تخص الموضوع اللي بدهم إياه الوزارة فهي الحالة هم مدركين لموضوع النماذج الجازة فما رح تأخذ ولا علامة أنا هذا التحذير وعشان تنتبهوا أكثر أكتب أستاذ طب أنا موضوع لفيرايتنج صعب لا رح تشوف هسا رأعطيك معطيات تستند عليها وبنفس الوقت رح تعطي أفكار رح تعطي أفكار إن شاء الله رح تساعدك وتخليك تأخذ علامة كاملة يعني الموضوع مش صعب زي ما أنتوا شايفين رح نبسط الأمور قدر الإمكان في البداية خلي نبلش من نقطة الصفر يعني ترتيب الكلمات في الجملة أستاذ أنا كيف طب بدأجي أكتب بس أنا بحب أذكر عندنا الجملة كل آية اللي بدأجي أنا أعمل جملة في لغة الإنجليزية لازم أبلش لاحظ Subject, Verb, Object لقد عنا أول ثلاث معطيات رئيسية هذول يعني هذول الثلاث عناصر في الجملة بدونهم لاحظ إذا نقص واحد من هذه العناصر مش موجود مش موجود يعني واحد واثنين وثلاث واحد منهم مش موجود معناته هاي الجملة ناقصة يعني خطأ نوعا ما تمام خليجي نحكي هاي الجملة ناقصة معناته رح تحاسب على هذا الشيء فإحنا لازم نعرف أول شيء عندنا Subject أنتوا عارفين هو فاعل والفعل بغض النظر شو الزمن أنا بحكي Present Simple Present Continuous Present Perfect إلى آخره ما بهم ناس موضوع الزمن أنت حترق له حسب خليجي نحكي الموضوع وراح أحكي لكم وعيش دائما نركز على الأزمنة في المقالة وعندنا Object الـ Object إيش دائما بكون لاحظ يا بكون Noun يا Brounoun تمام يا صفة يا ظرف تمام هذا كل هذا الحكي أنا شرحته في السابق بظلع عنا رقم أربعة وخمسة أربعة وخمسة في حال لو بدك تضيف place و time لاحظ الترتيب مهم جدا الترتيب مهم جدا إذا بدي أذكر مكان لاحظ بعد الـ Object بدي أذكر مكان بكون رقمه أربعة بعدين إذا بدي أذكر زمن بكون رقمه خمسة لاحظ إذا بدك تجمع ما بين المكان والزمن المكان والزمان مثلا بدك تيجي تطرح جملة أنت بدك تذكر فيها مكان وزمان شو لازم يكون في البداية لاحظ بعد الـ Object يجب أن يأتي المكان ومن ثم الوقت الزمن ما بصير تعكس بناتهم طيب خلينا نشوف كيف مثلا يجي نحكي Subject We Watched لاحظ زمن ماضي A Movie هاي الأوبجيكت طيب المكان وين At Home والزمن Last Night هيك بدك تكون الترتيب طيب أستاذ أفرض أنا بدي أعطي جملة تمام بدي أذكر فيها زمن بدون مكان ما عندنا مشكلة شفتوا كيف خلاص بصير الزمن رقم أربعة بينما إذا بدك تذكر الأمرين هذول المكان والزمان في نفس الجملة احرص على أن يكون الترتيب نفس أنا معطيك إياه لأنه خطأ إذا عكس هذا الحكي تمام فبكون إيش لاحظ المكان ومن ثم الزمن طيب أستاذ أنا بدي أذكر مكان بدون زمن هي جوز ما عندنا مش مشكلة هاي الأربعة وخمسة إضافيات إضافيات يعني خليجي نحكي للجملة الرئيسية اللي أنت طارحها في الجملة هي إضافية يعني شيء إضافي مش أساسي إضافي مش أساسي فهذه الحالة لك الحرية ولكن إذا بدك تجمع من بين المكان والزمن بالبداية مبلش إيش رقم أربعة مكانه من ثم الزمن طيب هاي أول فكرة إذا أنا بدكت بجملة زي ما تشايفين جملة واحدة طيب أستاذ إذا أردنا كتابة جملتين شو نستخدم؟ أنتوا عارفين نستخدم أدوات ربط أنا بحب أنه نجمع الأفكار في البداية قبل ما نتطرق للموضوع بشكل جدي تمام؟ خليحكي إذا أردنا كتابة جملتين شو لازم نعمل؟ نستخدم أدوات ربط يعني لاحظ I studied journalism in college هاي جملة زي ما تشايفين طيب subject, verb, object وبدك تذكر لاحظ مكان معناش مشكلة مكان لازم أذكر زمان؟ لا مش لازم أنت حر هذا حكي طيب هسه بدي كمان جملة أعمل شو أعمل؟ تضع أداة ربط لاحظ ونعمل زي ما تشايفين جملة ثانية نتطرق لجملة ثانية in addition منضاف لذلك I had a part-time job at a newspaper لاحظ بالضافة لذلك كان لدي عمل اللي هو جزئي في جريدة طيب زي ما تشايفين إذن هاي جملتين كيف أنا جمعت جملتين باستخدام أداة ربط هون نفس العملية لاحظ I decided not to walk to work because it was raining إذا أنا جمعت جملتين لاحظ كيف يستدد باستخدام أداة ربط إذن هاي أفكار رئيسية بدنا ننطلق من خلالها أفكار رئيسية لاحظ أنا بس بحب نبلش من نقطة الصفر أو نقطة البداية في الموطور طيب حسنا مروا على صغة السؤال الوزاري السؤال الوزاري لاحظ شو بعطيك بيطرحل لك إحنا عشان عشان نفهم الفكرة بيقول لك in your answer booklet يعني في لهو الكتاب كتاب الإجابي عندك تعالوزارة شو ما له write a composition of about لاحظ 120 words حوالي أكتب لاحظ قديش حوالي قديش 120 كلمة يعني الموضوع اللي بده إياه موضوع اللي بده إياه تكتبه تقريبا 120 كلمة يعني جساد لازم بالضبط لا أقل بشوي لو أكثر بشوي ما في مشكلة بس المقصود فيها إنه ما يكون نوعا ما خليش نحكي نمط كتابتنا إنه يكون بسيط أو يكون قليل جدا يعني أنت كاتب بالمختصر جملة 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 وخلاص ومشي حالة لا طبعا بدك تكتب أنت مقالة يعني موضوع كامل في فكرة كاملة بدك تطرحها تمام فهون بيحكي لك حوال مئة وعشرين إذا قل شوي يعني مثلا كتبت بحدود مئة وعشر كلمات معناش مشكلة كتبت مئة واربعين كلمة طلع مئة وخمسين كم برضو معناش مشكلة بس إنه برضو لا تكتب كثير 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 تمام وما يكون أيضا قليل حوالي يعني بهال رينج بحكي لك طعم بواحدة من الآتي يعني واحد من الموضيع التالية إيش هي الموضيع بعطيك رقم واحد اثنين واحد اثنين طعم بتيجي تطلع شو بد السؤال أو عن إيش بدي أحكي أنا لاحظ بيجي بيطرحي لك الفكرة الرئيسية أو الأساسية إنه بيجي بيحكي لك هي الفكرة العامة للموضوع اللي بدك تطرحه بيقول لك هامورك أو الأشي اللي هو الواجباتي Is supposed to help students retain information they have learned during مثلا اللي هي classroom hours طعم بيحكينا عن إيش لاحظ لو ما فهمتش شو هو الموضوع الأساسي واضح هنا من خلال هذه الجملة بيجي اللي هو إيش عن موضوع الواجب البيتي طعم من وين بد السؤال لاحظ أو شو المطلوب شو المطلوب اللي بدي أكتبه اللي هم اللي بدهم إياه المعطيات الرئيسية اللي بدي أمشي عليها وين بتكون موجودة لاحظ المطلوب السؤال يكون من بعد كلمة write من هون لغاية إيش discussing هيك بدك تيجي تحكي يعني write an article إحنا عارفين أكتب مقالة هيك رح أحكي لك طيب write an essay زي متشايفين برضو مقالة مهم الثنتين نفس الإشي طيب discussing اللي عند كلمة discuss تناقش إيش هاي بلش المطلوب من هون من بعد إيش كلمة discussing اللي هي the necessity of having homework إذن ضرورة إعطاء إيش الواجب البيتي لاحظ شو بده كمان فكرة ثانية ways for making homework more helpful يعني طرق لجعل اللي هو الواجب بيتي أكثر فائدة وعننا إيش بده كمان examples of homework you like to do وأمثلة على الواجب اللي أنت بتحب تقوم بها أو يعني المواد المقصود فيها الواجبات اللي أنت بتحب دائما تقوم بها إذن بده ثلاث معطيات رئيسية إذن أول فكرة إيش necessity يعني ضرورة هاي الضرورة هاس راح فرجي كيفنا ممكن نتعامل مع هذا الشي طرق الطرق والإكزامبلز لاحظ الطرق والإكزامبلز عادة بتكون بتكون خليجي نحكي في فقرة واحدة نخصص لهم فقرة واحدة فقرتين لو بدك ما عندناش مشكلة تمام بس هاي الأفكار أنت ممكن إيش تلعب فيها هاي لك الحرية اسمه free يعني free يعني بإمكانك هاس راح أعطيكه كيف أسلوبنا نمشي في الموضوع لاحظ مثلا الموضوع الثاني شو بده مثلا every morning طيب so many people navigate the internet يعني تصفحوا الانترنت ليش to read news قراءة الأخبار while others شو ما لهم الآخرين prefer to buy news papers طيب هم يفضلون شراء لهم الصحف for the same purpose يعني لنفس الغرض يعني لإيش قراءة الأخبار شو بده لاحظ إيش بده هنا نخصص ما هي المعطيات اللي بدي أمشي عليها سلم أجي أكتب حكينا من عند writing ل discussing بكون إيش المطلوب بعد كلمة discussing يعني هون لاحظ هذا الكلام write an essay اكتب مقالة expressing your point of view اللي هي تعبر عن وجهة نظرك بإيش وجهة نظري بإيش شفتوا كيف لسه ما بلش شو هي discussing تناقش هذو البدنية هيا the advantages and disadvantages of each one يعني بقول لك مزايا اللي هي ميزات أو سلبيات اللي هي ميزات وسلبيات of each one يعني بجيك تحكي مزايا اللي هي تصفح على الإنترنت لقراءة الأخبار وإيش أيضا مزايا إيش خلينا تجي نحكي للصحف وسلبيات كل واحدة منهم يعني هاي وهاي طيب أستاذ ممكن أشوف أنا الموضوع صعب إلى آخره طيب لاحظ أنا عندي نمطين هس رأعطيكوا إياهم رح تشوف الموضوع بسيط بس رح نمشي ضمن معطيات محددة يعني لم يجي قلنا advantages disadvantages في نموذج محدد رأعطيك إياه وبسيط جدا ورح تلاقي الكلمات اللي أنا مختارها إلى آخر رح نناقش هسا موضوع ثاني عشان تتعلموا رح تلاقي الموضوع بسيط أنت أمشي نفس ما أنا رح أعطيك في هذا النموذج في هذا النموذج أمشي نفس ما أنا أعطيك هاي المعطيات بس الحب أحكي لاحظ أنه مثلا هاي السؤال الوزاري هذا بتاع الرايتنج فري رايتنج هاتجبوه على الدورة الصيفية على النظام الجديد النمط الجديد للامتحان الوزاري فلاحظ كيف موضوعهم بسيطة المهم اللي بدي أعلك تعرفوا إنه وين بيكون المطلوب المعطيات اللي بدي أمشي عليها من عند حكينا حكينا المطلوبكم من بعد كلمة write لإيش لغاية discussing يعني بيكون بعد كلمة discussing هون المعطيات بديك تمشي عليها ثلاث طيب هون لاحظ بعد كلمة discussing نفس الاشي advantages and disadvantages of each one ايش هم من each one هاي هم موجودين وين في الجملة الأولى خلينا أبلش أول نموذج وأنا كثير هذا النموذج بصراحة بحب أطرحه كثير للطلاب لأنه بسهل عليهم كثير حسا مقالة إيجابيات وسلبيات أو أسباب ونتائج أسباب ونتائج في حال لو قل لك مثلا cause and effect وفي حال لو قل لك لاحظ اللي هي causes and effects أو advantages and disadvantages إيجابيات سلبيات أو اللي هي أسباب أو نتائج أسباب ونتائج شو بدي أعتمد بدي أعتمد هذا النموذج طيب لاحظ أنا معطيك مثلا موضوع اللي هو electricity عن الأمية موضوع عن إيش الأمية الحب أحكيه دايما أي موضوع أي موضوع بتشوفه سلبي موضوع سلبي بكون إيش causes and effects أسباب ونتائج ولكن إذا كان موضوع controversial يعني مثير للجدل يعني في البعض مع وفي بعض ضد يعني له سلبي لاحظ له سلبي وله إيجابي نوعا ما زي إيش موضوع نفس ما حكينا إيش اللي هي التصفح الإنترنت اللي قراءت الأخبار في البعض بفضل هذا الإشي وفي البعض ما بفضل في البعض بشوف هذا الإشي إله ميزات فوائد وفي البعض بشوف هذا الإشي لاحظ إله سلبيات الموضوع اللي بكون هيك مثير للجدل هذا شو بكون دائما إيجابيات وسلبيات عشان تعرف شو بديك تكتب في يعني خلال خاني يجي نحكي الستركتور هسا رح نطرحه تمام شو بدك تكتب الموضوع دائما اللي بكون سلبي يعني لما يجي نحكي مثلا عن الأمية موضوع الأمية دائما سلبي الأمية طبعا هي إيش إلها أسباب ونتائج إيش أكيد سلبي على سواء الناس المجتمع إلى آخره طيب ساكي بدي أكتب لاحظ شو معطيك الأوتلاين أنا يعني هو الشكل النموذج النموذج هذ شو بدي يكون عندك كل آية تبدأ تقسمه عندنا introduction مقدمة إنتا لا تكتب introduction بس أنا بحكي لك شو بدي يكون يعني هاي مقدمة عندنا جملة العرض الأولى body paragraph زي ما شايفين وان وعندنا body paragraph 2 وعندنا conclusion اللي هي الخاتمة طيب أستاذ كي بدي أكتب لاحظ في البداية الجملة introduction شو بدي أكتب فيها تكتب الجملة افتتاحية الفكرة العامة عن الموضوع الفكرة العامة عن الموضوع يعني مثلا إذا كان إذا كان معطينا عن موضوع مثلا الhomework اللي هو الواجب البيتي بتحكي الhomework تمام لازم تطرح إيش اللي هي الجملة الفكرة العامة عن الموضوع لازم تكتب الhomework طيب شو بها يبدها يا أستاذ لاحظ في البداية في هذا النموذج أنا شو ما اعتمد معطيك linkers يعني أدوات ربط linking words يا بتحكي today recently or now a days لاحظ ليش إحنا بنتكلم بنتكتكلم موضوع مقالة يخص لهو الوقت الحالي اللي إحنا فيه هم ما بيجبوا لك موضوع مقالة خنيجي نحكي عن عن شيء قبل 20 سنة لا بترحل لك مثلا عن التعليم في الأردن مثلا الطورات التعليم في الأردن بترحل لك موضوع مثلا عن الصحة بترحل لك مثلا موضوع عن اللي هم الـ مثلا الدول المتقدمة إلى آخره تمام ولكن متى في الوقت الحالي فإنت دائما شو بدك تبلش لاحظ الطريقة الطريقة خنيجي نحكي بسيطة ولكن بتبين فعلا الطريقة منهجية أنا هذو البدي بتعملها كومة إذن اخلصنا من أول إشي طيب تعطي الفكرة الكلمة الرئيسية إيش هي الكلمة الرئيسية إحنا عنا نحكي عن إيش اللي ترسي يعني الأمية شمالها بتحكي هاز بكم أصبحت أصبحت طيب تمام الأمية شمالها أصبحت طيب شو سأ أصبحت إيش شو بدكي هسا أعطيه لاحظ معك خيارين هسا رح أعطيك أنا نموذج أنا اضطرقت له يعني جمعت أفكار وكتبته لهو عن موضوع الإترسي رح تشوف نفس ما أنا معطيك ورح تشوف قديش الموضوع بيطلع بجنن يعني رائع ياب تحكي الإترسي هاز بكم وتطرح throughout the world إلى آخره أصبحت اللي هي مشكلة أساسية في جميع أنحاء العالم إذن هاي جملة تعرفية اللي بدي إياه هون أنا حطي لك لاحظ definition تعريف تحكي تعريف عن الموضوع اللي بدهم إياه يعني لم تيجي تحكي لك مثلا عن الهومورك بتحكي إيش is essential يعني الموضوع إنه إيش يا بتحكي أساسي رئيسي بتعرفه is كذا كذا أو بتحكي has become كذا إلى آخره تمام فلك الحرية يا بتحكي has become إذا شيء أصبح طبعا إنه ممكن إله خطورة إلى آخره has become أصبح خطير أصبح كذا أو ممكن أنك تعرفوا is كذا المهم لازم يكون إيش هاي جملة تعريفية بعد النقطة بس هاي كل فكرة طيب بعدين أستاذ بجوز نعطي فكرة مثلا جملة ثانية بعدها آه الأفضل إنك تيجي بعدها تعطي إيش جملة تدعم هذا الشيء تدعم هذا الشيء اللي هو الالترس سأسر أعطيك كيف طيب بعدين أنا اللي بهمني لاحظ شو بدي من الانترودكشن بدي جملة اللي هي تعرف الشيء اللي هي جملة الفكرة العامة تعرفها تمام بعدين شو لازم أخرها تطرح سؤال تطرح سؤال سو وكما سو لذا كما شو بناك تيجي هون تعطيها أعطينا اكوستشن طيب السام الاشي اللي احنا بنا نطرحه يعني شو بيحكي لك هون فكرة عامة انه مثلا بيحكي لك أعطينا مثلا طرق تجعل واجب خليجي نحكي اللي هو أكثر فائدة كانك تطرح سؤال وات آر كذا كذا إلى آخره هون لم يحكي لك كوزز أند إفكت مثلا بتيجي كانك تحكي له وات آر لاحظ ذا كوزز أند إفكت اللي هي أوف اللي هي أسباب ونتائج الأمية على مين لاحظ كانك تحكي على المجتمعات على الناس إلى آخره المهم هذا السؤال بد يكون ضمن الفكرة العامة اللي هو معطينا إياها بس هاي كل فكرة تمام إذن هون لاحظ تحكي كذا إلى آخر ركز معطيك إياها بعدين هون شو بد يكون بالنهاية السؤال هسا منتطرق لما وهذا إشي مار عليكم ماضح مار عليكم في السابق إيش أنا نقشت الموضوع أحد أنواع هاي هاي اللينكرز أنا مستخدمها هي من أحد أنواع اللي هم القاديد رايتنج بطلو معكم نيجي البادي باريغراف الأولى شو بنا نكتب فيها لاحظ هنا تكتب الإيجابيات أو الأسباب يعني كمان مرة إذا كان معطيك موضوع إيجابيات وسلبيات هنا شو لازم نحط في البادي باريغراف وين لاحظ إيجابيات أو أسباب ليش لاحظ لأنها مرتبطة إلى علاقة في الإيش On the one hand في أداة الربط هاي لازم نركز إياك تلخبط ما بينهم يعني إيجابيات هون ليش لأنه On the one hand On the one hand تطرح فكرة أسباب أو إيجابيات بينما لاحظ البادي باريغراف 2 دك تيجي تحكي On the other hand هاي أدوات الربط ثابتة إياك نكتلعب فيها أو تغيرها هون شو بنا نكتب سلبيات أو نتائج السلبيات أو النتائج فبي كارفول إذن هذولا لاحظ أدوات الربط لما تشوف On the one hand On the other hand بعدين زي ما تشايفين هي بتعمل تناسق للأفكار دك تطرحها يعني هاي البادي باريغراف 1 بطرح فكرة إيجابيات أو أسباب بادي باريغراف 2 بطرح فكرة سلبيات أو نتائج وركز على موضوع أداة الربط اللي بتكون في البداية لكل بادي باريغراف طيب خلينا نجي نوحك هون هون بنا نطرح هسا موضوع مثلا أنا بتكلم عن أسباب ونتائج هون الأسباب إيجابيات أو سلبيات هون إيجابيات بحكي On the one hand كما طيب هون شو بدي أكتب لاحظ Topic sentence ايش يعني Topic sentence يعني جملة على الموضوع بتيش تحكي أسباب اللي هي الأمية مثلا أسباب الأمية كثيرة ومتنوعة بس هذا اللي بدنا نقطة أو يوجد هناك العديد من الأسباب للأمية نقطة أنت بتصيغها بالشكل تشوف مناسب طيب بعدين شو بدي أعمل لاحظ أنا معطيك أدوات رابط هون بدك تيش تلزم هسا ببلش بدك تعطي أفكار أمثلة أفكار وأمثلة تدعم أي فكرة اللي هي الأسباب أسباب الأمية تحكي أو شي for example كما تعطي فكرة هاي واحدة شفتوا كيف يعني أنت لازم بس تكون عندك أفكار طب أستاذ الفكرة تكون لازم تكون طويل لا طبعا فكرة فكرة عادية subject verb object هذا البدنا فيها تكملة مية بالمية تمام لاحظ بعدين تحكي more over على وعلى ذلك كما تطرح فكرة ثانية بعدين also تطرح فكرة ثالثة more than that آخر إشي هاي بدأت تكون تطرح إيش الفكرة خنيجي نحكي الرابعة تمام إذا عنا أربع أفكار أو أربع أمثلة بدك تطرحها على موضوع إيش الأسباب نطرحها موضوع الأسباب طب أستاذ أنا طلع معي في الامتحان ثلاث بصير آه بصير طبعا أنا ما بديك تكون أقل من ثلاث تمام طلع معك ثلاث ممتاز بس الآن بدي أحتفظ على إيش خنيجي نحكي نتحفظ دائما إذا طلع معك ثلاث ثلاث مش أربعة احذف أداة الربط الثالثة أنا مرتب لك إيهما بطريقة يعني خنيجي نحكي ممتازة تمام احذف أداة الربط الثالثة ليش لأن أنا عامل تناسق بأدوات الربط بين خنيجي البادي باريغراف وان والتو تمام عامل تناسق طيب إحنا انتهينا هيك مور ذان ذات أنا بدي إياها تكون موجودة ليش احرص أن تكون الفكرة أو المثال الأخير يعني أقوى مثال بتشوفه للأسباب تمام وطلع معاك السبب قوي جدا اطرحوا بعد مور ذان ذات تمام ونفس الإشي كذلك هسا في البادي باريغراف 2 إذن هاي انتهينا منها شفتوا كيف يعني باس تحكي on the one hand كما تحكي إنه في عنا أسباب للأمية كثيرة ومتنوعة هناك العديد من الأسباب خنيجي نحكي للأمية مثلا عن المجتمع على الناس نقطة بتبلش تعطي إيش اتبرهن تعطي الأمثلة مثال واحد اثنين ثلاث أربع إذا كان عندك أربع أمثلة بكون وضعك تمامية بالمية طب أستاذ نفسها رجع بكرر عندي ثلاث بصير ثلاث خلاص احذف خليه لها آخر أقوى مثال بتشوفه تركه للنهاية اللي بكون مقنع كثير هس رح تشوف رح نطبق هذا الحاكي بروع البادي باك رافتو حقنا لكم هون شو لازم يكون سلبيات أو نتائج طب أستاذ إيش لازم أبلش إياك إنك تلعب بهذول أدوات الربط طاعت البداية بتحكي ومن ناحية أخرى بتحكي هون إيش إحنا عشان بنحكي عن كوزز هون شو بدتكون نتائج أثار طيب نفس الفكرة شو بدك تطرح هون طب إكسانهنس إيش هي طب إكسانهنس هون اللي هي بتجي تحكي تأثيرات يوجد تأثيرات مثلا للأمية كثيرة ومنتشرة إلى آخره لازم تطرح هون جملة عن إيش اللي هي النتائج النتائج نقطة بعدين شو بدي أعمل لاحظ بدك تبلش تبرهن تعطي إيش أمثلة تحكي أوي شي فور إنستانس طيب هاي شو هاي يعني أستاذ اللي هي نفس معنى فور إكزامبل تشفتو كيف أنا عامل تناسق للموضوع بس منعطي مرادفات طيب روح رقم اثنين مور أوفر هي نفسها إيش إن أديشن إن أديشن لاحظ موضوع إن أديشن هون كومة طبعا بيجي بتطرح هون الفكرة اللي يجب أن يتبحها إيش أنت أنت وتطرح كمان كلمة أو فكرة ثانية محا تمام يعني لازم يكون إن أديشن يكون تطرح فكرة بتكون ممكن مقسمة إنك تحكي عن نتيجتين ورا بعض نتيجة هيك وآنت كذا الثانية تمام فبدي أنت تكون متصلي مع إيش إن أديشن مرو على بيسايدز زي ما شايفين بيسايدز هي أيضا طب أستاذ وآخر إشي أز أريزولت وكنتج لذلك تطرح هنا أقوى مثال عندك على النتائج أقوى مثال عندك على النتائج بتخلي أز أريزولت عندي ثلاث لاحظ أستاذ عندي ثلاث شو أحذف؟ احذف الثالثة نفس قضية مثلا also besides طب أستاذ بصير أبدل مثلا بين خليجة نحكي مثلا also more over آه بصير تمام بصير ما عناش مشكلة بصير أبدل هون بصير بس أنا مرتب لك إياه خليجة نحكي بطريقة يعني حتى أدوات الربط هاي اللي تدعم الموضوع وتبينه فعلا بطريقة منهجية تمام فأنا خلاص احذف الثالثة احذف الثالثة لو عندك بس ثلاث آخر إيش شو بنا نكتب؟ الخاتمة الخاتمة شو لازم تكون؟ لاحظ هي عبارة عن رأيك أو خليجة نحكي اللي هي reaction تاعك يعني خليجة نحكي ردت اللي هي خليجة اللي هو رأيك عن ردت فعلك عن الموضوع بس هي هاي طب أستاذ قديش لازم تكون الخاتمة سطرين ثلاثوا بس لاحظ كيف بايش بدأ بلش الخاتمة؟ يا بتحكي finally أو تحكي any brief أنا حط لك يا any brief أو final all in all to conclude و to sum up عندك زي بتشايفين أنا بفضل خلاص يا بتحكي any brief أو finally هذول مثلا المتعارف عليهم دايما شو بتعمل؟ تحكي we can say that يمكننا القول بأن تعطي هون رأيك الرأي هون شو بديكون؟ هو ملخص ملخص نوعا ما لإيش ملخص لا اللي هي عشان نساهل عليكم ملخص الintroduction إنه مثلا اللي ترسي شو ما لها فيها اللي هي أثار أو نتائج سلبية على الناس والمجتمع تطرح نصيها بعدها نصيحة إيش؟ إنه لازم نحد من هذا الشيء لازم نعمل شيء لازم الحكومة تعمل شيء إلى آخر وتطرح نصيها بس هاي يعني لاحظ يعني بتكون الفكرة كلها عبعضها جملتين تحكي any brief أو finally we can say that تطرحون الفكرة your opinion بشكل عام الملخص عن الموضوع بكون هون في كما زي بشافين بطرحون الفكرة الثانية اللي هي كنصيحة عادة ونقطة وبس هاي كل فكرة طيب أستاذ في ممكن مجال انطبق هذا الحقيقة لاحظ كيف الموضوع سهل جدا لاحظ أنا كتبت لكم زي بشايفين عن نفس الموضوع أفكار جمعتها وبلشت أطرحها الموضوع مش إنه صعب برجع بكرر عندك فكرة أمورك تمام كيف بدي أصيغها لاحظ من البداية نرجع لل introduction حكينا لك بلش بال linkers واحدة من هدول الثلاث اللي هم يا بتحكي today recently أو nowadays كما انتهى الموضوع هنا شو بدي يكون حكينا يعني تعريف عن الفكرة العامة اللي هي جملة افتتاحية عن الموضوع إيش هو موضوع عن literacy اللي هي الأمية شو مالها لاحظ كيف أنا مقسم لك إياها واحدة من الثنتين يا بتحكي literacy مثلا has become أصبحت أو literacy is بتعرفها يعني تعريف العلم تاحها للأمية تمام في لها تعريف يا بتعرفها تعريفها اللي هو المرتبط فيها أو بتحكي عنها التعرف خليناحكي من ناحية عامة تمام إنه أصبحت كذا كذا فلاحظ هنا مثلا لو بدك الأولى literacy has become a major problem أصبحت إيش مشكلة رئيسية in many countries في الكثير من الدول throughout the world إذن هاي فكرة كاملة في جميع أنحاء العالم أو كانت تحكي بطريقة أخرى أنا ما بحكي بتطرح الثنتين أو الفكرة الثانية بتعرفها تعريفها إيش العلمي التاحها literacy is the quality or condition اللي هي حالة of being unable أن تكون غير قادر to read or write على القراءة أو الكتابة هاي تعرفناها بس يعني يا هاي يا هاي شفتوا كيف طب لاحظ أنا شو ما أعطيك ما أعطي جملة ثانية شو ما لها الدعم اللي هي definition اللي أنا عام له a person يعني بتجي تحكي لهو الشخص who is unable to read الذي غير قادر على اللي هو القراءة may have law يمكن أن يكون لديه لاحظ law self-esteem يعني تقدير ذاتي ضعيف feel emotions أن يشعر بمشاعر مثل such as shame اللي هي مثل الخزي fear الخوف and powerlessness والضعيف شفتوا كيف يعني أنا بس بأكد على التعريف هنا يعني قاعد بدعم الفكرة الأولى شو في النهاية قلت لك لازم شو تطرح تطرح سؤال so كما وبتطرح سؤال هاي السوق what are the causes إحنا بدو يعان إيش نحكي عن إيش الأسباب والنتائج what are the causes and effects of إيش لمين للإليترسي اللي هي للأمية ما هي أسباب ونتائج الأمية علمين الناس والمجتمعات هذا سؤال جميل جدا هيك تطرح من وين هذا طرحت هاي الفكرة هاي causes and effects قل لك advantages and disadvantages عموضوع ثاني طيب تشتحكي له what are the advantages and disadvantages أوف كذا تمام علمين مثلا عالط طلاب شو بنعكس عليهم إلى آخره انتهى الموضوع يجب أنك تبلشها بهذا الأسلوب هيك أمورك تمام لاحظ ننتقل هالساعة إيش البادي باريغراف فون نيجي نحكي حكينا لك هاي الأولى مدام عندي on the one hand يا إيجابيات يا الأسباب طيب إحنا بنحكي ونعلى الأسباب تيجي تحكي لاحظ on the one hand the causes of illiteracy أسباب لاحظ أسباب إيش الأمية harmony and varied زي ما شايفين كثيرة ومتنوعة لاحظ بإمكانك تستخدم هذول الكلمات لأي موضوع كل حال لو قل لك the advantages اللي هم إيجابيات كذا كثيرة ومتنوعة بإمكانك تحكي له نفس الصيغة هاي يعني هذي بإمكانك تستخدمها إلك في أي موضوع ثاني طيب منبلش فأدوات ترابط لحضرناك يوم نندعم for example لاحظ هس عسابي المثال اللي هي أسباب الأمية كثير متنوعة عسابي المثال هسن بلش نحكي لاحظ فكرة أولا difficult living conditions including poverty يعني نحكي هون الأوضاع المعيشية الصعبة بما فيها الفقر إذن هاي فكرة أولى moreover على وع ذلك high rate of population growth لاحظ كل كلمات اللي هم يخذينها هاي كلها بالفقرات مجد ماكن في المنهاج يعني مش جايب إشي خني جاي نحكي نوعا ما صعب أو إشي علمي بحث لا طبعا إشي بالمنهاج high rate of population growth اللي هو المعدلات العالية لإيش لنمو السكان أيضا أيضا health problems that cause absence from school نجو نحكي المشاكل الصحية لا تسبب إيش الغياب عن المدرسة آخر إشي لاحظ الفكرة قلت لك more than that أعطي فكرة قوية تنهي فيها موضوع الكازز كله أكثر من ذلك يعني وأكثر من هذا لاحظ there are many customs and traditions نجو نحكي هنا يوجد هناك العديد من العادات والتقاليد in some societies في بعض المجتمعات that prevent women التي تمنع المرأة from exercising their right to education التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في التعليم لاحظ كيف يعني أنا أنهيت موضوع الكازز بفكرة قاطعة يعني قوية خني جو نحكي تمام انتهى الموضوع زي ما تشايفين طيب أستاذ عندي ثلاث أمثل مش أربعة خلص احذف في هذا احذف انتهى الموضوع أنا طرحت له ثلاث أمثلة ثلاث أمثل على الكازز هذولا ثلاث أمثل خلص بتكونوا منطقيات إلى آخر إذن شفيت إذن هذه الأمثل أنا متأكد يكون طالب لو بدو ناقش نفس الموضوع ترجع تكتبه بنفس الطريقة بس إنك تحاول تستخرج أفكار بين عندك راح تطلع أفكار لسه أحلى من هيك وأحسن من هيك تمام فقضية الأفكار مرتبطة فيك أنا بعطيك الأسلوب الستايل تمام النمط بدك تمشي عليه وبظل عندك الأفكار الأفكار ومرت معاك بالفقرات إلى آخر ما راح يجبل لك يعني موضوع صعب خارج من نطاق خلق نحكي أفكار الكتاب يعني ما يكون عندك مثلا واحدة الصحة في الأردن جدا مروا على إيش البعديها body paragraph 2 إيش منكتب هون يسلبيات أو نتائج هون منحكي عن إيش causes and effects هون منتكون نتائج on the other hand the effects of electricity نتائج اللي هي إيش الأمية can be لأنه إشي سلبي harmful ممكن أن تكون مؤذية to both individuals and the society كأن تكون ضارة أو مؤذية للأفراد لاحظ والمجتمع على حد سوى خلص هي عمل topic sentence ممتازة شو بعمل بدي أبرهن أعطي أمثلة for instance اللي هي نفسها for example لسي المثال illiteracy شو ما لها decreases the rate of technological advancement in society مثلا تقلل اللي هي إيش الأمية معدل التقدم التكنولوجي في المجتمع طيب in addition بالإضافة لإيش it links لاحظ يجب أن دائما تعطي الضمير الذي يعود عليه يعني أذكرها خلص مرة بعد for example number one بعدك احكي 888 لذلك تحكي electricity لذلك تكرر تمام لذلك تكرر طيب it links to poor لاحظ health and nutrition هذا الحكي مين جبتوا أنا nutrition هذا برضو بالفقرات الموجودة عندكم اللي هي لها علاقة أو مرتبطة بسوء الصحة والتغذية and حكتلك لازم يكون في عنا and معنا addition increases rates of disease وتزيد أو ترفع من معدلات اللي هي الأمراض معدل الأمراض طيب أستاذ بوزبط اعتمد هاي and بدل هاي آه بوزبط ما حكنا لك ممكن يكون عنا إيش تعداد بين أمرين يعني رقم واحد رقم اثنين بوزبط يعني بدون ما تحكي هاي بس أنا بحب أفرجيك أنه مثلا عندي أنا فكرة خلص متكاملة health and nutrition and كذا بدك تعتمد هاي and بحل هاي مية بالمية صحيح بوزبط طيب besides وعلى وعى ذلك لاحظ limited ability to obtain and understand essential information يعني بجيب بحكي لك قدرة محدودة لهي الحصول وفهم على معلومات أسية as a result حكينا لك وكانت نتج لذلك آخر إشي خليكه عندك فقر قوية it contributes تساهم إش هي لتساهم إت رسل إحنا بنحكي عنها it ضمير ما ظن نعيد في الاسم نفسه contributes to high and employment and crime rates in a society زم شفين تساهم بزيادة برفع معدلات لاحظ الجريمة والبطالة في المجتمع إذن الموضوع بسيط كل هذا الحكي عبارة عن إيش بس أفكار من بالك تكتبهم مع جنب مع ورقة تمام وبتبلش أنك بس تطرح وتسردهم بطريقة أخريش الخاتم يلاحظ كيف بس عبارة عن سطرين حكنا لك in a brief أو finally we can say that يمكن القول بأن إيش منحكي عنها اللي هي الأمية has many negative effects on people and communities يعني هذا الحكي مجبتهش من عندي موجود وين في المقدمة بس ولكن صيقتها بطريقة أخرى يعني ما منو أخذ كوبي بيست نفس الكلام بتصيقها بطريقة أخرى إنه الأمية فيها لاحظ تأثيرات أو نتائج سلبية الكثيرة طبعا على الناس والمجتمعات هم دك تطرح نصيحة and therefore وبالتالي governments and organizations الحكومات والمنظمات should seek to overcome يجب على الحكومات وبالتالي يجب على الحكومات ومنظمات شو مالهم شو يعملوا seek السعي لإيش seek to overcome للتغلب عليها بس انتهى الموضوع هذا كل الفكرة يعني أنت لما تيجي تطرح موضوع زي هيك لاحظ كلها أفكار فقط هي يعني أمثل examples انت هيك بتتحايل على النص وبكانك تأخذ علامك كاملة هذا من نسبة نموذج أول بضرع النموذج ثاني النموذج ثاني اللي هي opinion essays يعني لم يجي يقول لك عن موضوع واحد مثلا بدون ما يجي يطرح لك اللي هو advantages بدون ما يجي يحكي لك أسباب ونتائج بطرح لك موضوع عادي نفس ما أخذناه عن الhome work مثلا تمام موضوع واحد ما فيهوش يعني إيجابيات وسلبيات إلى آخره بيجي بحكي لك ممكن أعطيني أمثلة أعطيني طرق إلى آخره ولو ما حكى لك اضطرحها بالإسلام ما أعطيك إياه أنا ما أعطيك كلمات رح تريحك في هذا الموضوع هذا الموضوع تحديد رأعطيك كلمات إذا وضعتهم ولكن يجب أن تعطي فكرة من عندك طبعا الأفكار هاي لابد منها عن الموضوع نفسه أنا حكيت لكم ما فيهوش اسمه جاهز بعطيك إشي نموذج جاهز بس ولكن بعطيك كيف أنك تبلش إلى آخر أشياء جاهزة رح تساعدك بالمقابل شو لازم تعمل لازم تطرح الأفكار معدك لا أحما ثمك لو كان أجاك الموضوع بإختصار لهم الدول المتقدمة الغنية اللي هو هم الأكثر غير مسؤولية أو عدم مسؤولية أعطي رأيك طيب كيف بدي أبلش أستاذ عندي الفقرة الأولى الفقرة الأولى شو بدي أطرحها باختصار يجب عليك شرح بعض الحقائق حول الموضوع وإبداء رأيك فيه لازم أنا هسا أطرح في عندي رأيي طيب لم تجي أحكي لك رأي يعني بديك تعطي رأيك يعني بدي أستخدم أدوات ربط تعبر عن الرأي مثل I think مثلا لازم لاحظ كيف أنا معطيك جدوى الكلمات تستخدم التعبير عن الرأي في الفقرة الأولى اللي هي كانت تحكي As far as I am concerned برأيي أو من ناحية بالنسبة لي أو كانت تحكي I believe أو think that تمام أعتقد أو كانت تحكي I honestly think that أعتقد بصراحة بأن As I see it يعني كما أرى أو from my point of view من وجهة نظري كانت تحكي It seems to me that يبدو لي أن I totally أو strongly I totally أو strongly agree أو disagree with أوافق أو لا أوافق تماما أو بشدة يعني بتختار واحدة من هذول وحسب ما كنت أنت بتوافق أو لا توافق آخر إشي لاحظ generally It is thought that عموما يعتقد بأنه وبتكمل طيب لاحظ كيف structure كيف بدي يكون يعني الجملة الأولى حسن الكلمات اللي تحتها خط وبالخط الغامق يعني زي ما شايفين بإمكانك استخدام مع أي موضوع أنا مريحك بس ولكن لاحظ لازم تضع أفكار من عندك هاي الأفكار لإيش حسب الموضوع اللي في الامتحان الوزاري الموجود أمامك طيب لاحظ كيف كيف في البداية تحكي As far as I am concerned I honestly think that لاحظ أنا بدي أعطى رأيي هاي تعبر عن الرأي برأيي من ناحيتي أعتقد بصراحة أنا طيب شو بدك تعمل هون ها ستبلش بالفكرة الرئيسية تضع الفكرة الرئيسية المطلوب كتابتها في السؤال إنه rich developed countries are very irresponsible إنه الدول الغنية المتطورة والغنية شو ما لها اللي هي أكثر أو غير مسؤولة تماما طيب شو بدك تعمل وقفنا نقطة إذا لاحظ الفكرة الرئيسية تضع بعد هذا يعني بمكانك تستخدم بأي موضوع تضع الفكرة الرئيسية نقطة طيب تمام شو بدك تعمل لاحظ From my point of view كما من وجهة نظري بتبليل شو بدك تعطي هون لاحظ إعطاء فكرة عامة تدعم فكرة موضوع مراد كتابة عنه لازم تعطي فكرة لازم تعطي فكرة كيف قضية الأمثلة كنا نعطيها فوق هون بدك تعطي فكرة بس هون ما فيش يسمو يعني لاحظ فور إكزامبل إلى آخر لا هذا في النهاية بنطرحه هذا بعد ما أدعم الفكرة الموضوع ببكانك تطرح فور إكزامبل ما عنا مشكلة ببكانك تحكي هون مثلا بالنهاية فور إكزامبل ما عنا مشكلة بس ولكن هنا في دعم أفكار لازم تعمل supporting يعني تدعم هنا supporting sentence تدعم جملة داعم للفكرة تيجي تحكي هنا developed countries دول متقدمة don't لاحظ do enough to protect the planet بقول لك هنا لا تقوم بما فيه الكفاية لحماية هي الأرض طيب إذن هنا أعطينا فكرة داعم للموضوع إن هي فعلا غير يعني غير مسؤولة جدا إلى آخر وليش إنها مثلا لا تحمي بما فيه الكفاية أو لا تقوم بما فيه لحماية الأرض طيب it seems to me that لاحظ شو يعني it seems هاي يبدو لأن إذن كل هذا التعبير إليها علاقة في الابنين يعني الرأي يبدو لأن we should لاحظ هنا كنصيحة شو بدي هون إعطاء نصيحة أو ما ينبغي القيام به we should all be more careful with our planet إنه ينبغي علينا جميع إن نكون أكثر حذرا بمثلا كوكبنا إلى آخره تمام إذا لاحظ هون أنا أعطيت نصيحة أو ما ينبغي القيام به شو لازم داع عادة أن نستخدم النصيحة نستخدم شد داع ما استخدم شد يعني حلو هاي شد تمام إذا لاحظ كيف الجملة كيف إيش مكونة يعني مش هالإشرة المعقد أنا معطيك تعبير ثابتة بس ولكن شو بدعم دعمي هون أحط أول إشرة فكرة رئيسية وين هي بتكون بتكون بالسؤال نفسها طيب بعدين بدي أدعم فكرة الموضوع أعطي فكرة عامة أدعمها وبالنهاية إيش بعطي نصيحة هاي كل فكرة هاي إذن هاي الجملة الأولى طيب بعدين فكرة الثانية يجب أن تضمن سببين على الأقل يدعم الفكرة الرئيسية للموضوع ما ذكر أمثل وحقائق مقنعة أو واقعية الموضوع بسيط طيب عنا كلمات كالعاد رح تساعدك لإعطاء أسباب والتعبير عن حقائق مثلا كلمات اللي إعطاء أسباب ماي من ريزن إز السبب الرئيسي هو أو ون ريزن فور كذا ون ريزن مثلا اللي هم من الدول غير مسؤولة إز هو كذا أحد الأسباب لكذا هو ماني بيبول ساي أخبر ذات تحكي يقول أو يعتبر أو يرى كثير من الناس أن طيب بنيجي نحكي مثلا express facts اللي هي التعبير عن الحقائق والتعبير حقائق حلو جدا يعني أنت لما تيجي تعبر أنا بحب أني مثلا أطرح لكم هاي الموضوع لأنه فعلا تطرح مقالة نوعا ما خنيجي نحكي علمي أنت ممنهجة تمام يعني مش أنه هيك بس حكي لا لاها كيف التعبير المستخدمي هون it is a well known fact that ومن الحقائق المعروفة تماما أنه طبعا هسا أنت مجرور تكون عارف حقها علمية مئة بالمية تكون مثلا أنه مثبته لا ولكن اطرحها أنت اطرحها أنت بتطرح شغلين لاحظ شو بيحكي لك هون research has shown that أظهرت الأبحاث أنه حتى لو ما فيه إشي مثبت مئة بالمية اطرحي الفكرة اطرحها يتحايل على النص ممنك تكتب إشي يعني أفكار رائعة حتى لو إنها يعني غير مثبتة على أرض الواقع مثلا I also believe that أعتقد أيضا أن كذا it is clear that فمن الواضح أن more over أو further more على وعه ذلك أو أيضا طال لاحظ شو بدك تكتب إذا كنت توافق هاي الصيغة إذا كنت موافق أو تؤيد فكرة الموضوع تعد السؤال إنه مثلا دول متقدمة غير مسؤولة أنا بوافقهم مع هذا الإشي لاحظ أنا معطيك صيغة تكتبها إذا كنت لا توافق تدعم إش هذا الإشي معطيك صيغة أخرى إذن لا تكتب الصيغتين لاحظ الموضوع بسيط لاحظ كيف الصيغة مثلا الأولى أنا مريحك بمكانك تستخدم هذا خليجي نحكي التركيب لأي شيء ولكن بدك تدعم بالنهاية بدك تعطي أمثلة لاحظ as I see it يعني نفس ما أنا بشوفها and although I assume that there would be مثلا lots of people who don't think the way I do وبروم أني أفترض بأن لاحظ هناك الكثير من الناس لا يفكرون بالطريقة لأنا أفكر فيها يعني in my opinion في رأيي there is no doubt about the fact that في رأيي أنه لا يوجد أي أو أدنى شك حول حقيقة أن لاحظ حقيقة أن إعطاء فكرة حق عن موضوع أنت بتأيد حسنا بتعطي فكرة ثانية لاحظ بتعطي فكرة جيدة إنه rich developed countries إنهم الدول المتقدمة الغنية don't look after لا تعتني لاحظ look after رضا لك أعطي مرادفات the environment لا تعتني بإيش لاحظ بالبيئة تمام look after معناها هيعتني أو هيتنبي تيجي هون شو بدك تعطي نبلش نعطي دليل يدعم هذه الفكرة إن هي لا تعتني لاحظ بإيش حكينا بالبيئة تيجي تحكي من evidence لاحظ هنا صيغة ثابتة لو حاب تستخدمها الدليل الأساسي ورئيسي which can support this belief يمكن أن يدعم هذا الاعتقاد تمام إيش هو is وبتحكي إعطاء دليل يدعم الفكرة أو الحقيقة إنه مثلا the high levels of contamination which surrounds us مثلا بتحكي له المستوى العالي من التلوث contamination هنا معناها تلوث يعني pollution إذا تحكي pollution برضو بتزبط نفس الإشي which surrounds us التي تحيط بنا لاحظ إيش أنا أعطيت فكرة أو حقيقة تدعم هذا الإشي إنه هي لا تعتني هذه الدول بإيش بالبيئة كيف لاحظ الإشي اللي دعمته إشي بسيط يعني فكرة بسيطة جدا إنه مثلا هو المستوى العالي من التلوث الذي يحط بنا نتعلم هسا دك شو بدك تعطيه دليل أو مثال آخر على ذلك هو عندك تطرح إيش دليل أنا بفضل فيك موضوع الإبنيون لاحظ تستخدم يعني فعلا تبين أنه أنت بتكتب شيء مقالة علمية يعني زك إنها منشورة تيش تحكي للرسيرتش هاز شون ذات أظهرت الأبحاث بأن أظهرت الأبحاث بأن وبتحكي لو ما في إشي مثبت على أرض الواقع يا أخي أذكر أذكر فكرة حلوة تمام أو بتحكي إذا عجزت عن احكي فور إغزامبل كومة وبتكمل أعطي مثال معناش مشكلة مثال آخر مع إيش لاحظ إنها لا تعتني في البيئة إحنا حطينا هون مثلا إشي يدعم اللي هو الدليل الأساسي إلى آخر شو كيف بستخدم إكسبرشين قوية إنه ممكن تكتب شيء فعلا يلفت النظر تمام فأنا بفضل تكتب زي هذه الإكسبرشين اللي هي دائما بكون أحيانا نحكي يا رب دائما نشوفها تمام إنه مش كل شيء فور إغزامبل فور إغزامبل فور إغزامبل لا لا لازم لازم مثلا تطرح أشياء بموضوع علمي نوعا ما ريسيرتش هاز شون ذات أظهرت الأبحاث أنه وبرجع بكرر لو ما في إيش مثبت مية بالمية عندك فكرة جميلة إطرحها حطها معناش مشكلة تعطي مثال أو بتحكي فور إغزامبل طيب بعد هيك بتحكي نقطة خلاص انتهى الموضوع هاي بالنسبة لجملة إيش الـ إذا كنت توافق أو تؤيد فكرة الموضوع حسنا ممكن أنت لا توافق معناش مشكلة إذا كنت يعني لا توافق أو لا تؤيد فكرة الموضوع في السؤال شو بدك تعمل تحكي لاحظ أنا معطيك شغلات ثابتة برضو راح ترايحك أعتقد بشدة بأن الكثير من الناس يرتكبون خطأ عندما يصرحون أو يدلون بأن تعطي فكرة أو حققها عن موضوع إنه مثلا ريتش ديفلوب كونتريز هاي من وين جبتها فكرة السؤال نفسها إذن يجب إعطاء فكرة أو حقيقة عن موضوع لاحظ أنا لأنه خلاص أخذتها من فكرة السؤال نفسها إنه ريتش بيبل إلى آخر ليش أنا لا أوافق هذا الحكي طيب بدك إيش هستعمل تحكي السبب ليش سبب لذلك يعني صيغة السبب هذا تستخدم برضو لأي موضوع لا تؤيده بيقول لك لا يمكن أو المستحيل أن تكون متأكد مئة بالمئة 100% لأن كل حالة مختلفة شفت كيف إذن بطرح هنا أحيانا سبب هاي صيغة السبب ممكن تصبط إنه عادي ما في حدا متأكد مئة بالمئة هاي باختصار إذن لاحظ يجب هون إعطاء فكرة وحقيقة عن موضوع المعطيكية السؤال طيب بعين شو بتحكيه more على وذلك it seems to me that recent research برجع بكرر بستخدم مصطلحات نوعا ما نموذجية علمية بحثة لاحظ كيف يبدو لي بأن الأبحاث الأخيرة can support this belief لا تدعم هذا الاعتقاد لو أنه اعتقاد إنه الكانترز هم الريتش ديول كانترز are the most irresponsible بس هاي بي إنه هذه الأبحاث الأخيرة مع أنه لاحظ ممكن ما يكونش فيه أبحاث بس ولكن بذكر هذا الشيء إني أذكر شيء فعلا يلفت النظر آخر الشيء بدك تتعطي لاحظ نفس المبدأ اللي هي إعطاء دليل أو مثال آخر على ذلك اللي هو يا بتحكي I also believe that أو for example وبفضل بتحكي I also believe that لأنه بلشت I strongly believe إلى آخره شفتوا كيف فالموضوع بسيط جدا أنا معطيك معطيات فعلا إنه ثابتة ممكنك تستخدمها ورح تأخذ علميتها ولكن ولكن يجب أن تطرح لاحظ اللي هي أفكار أو حقائق عن الموضوع بعطيك يا سؤال وزاري ما في إشي اسمه احفظ وروح تلقائيا قدم أكتب يعني نفس ما هو كوبي بيست لا هذا خطأ طبعا لأنه أنت مش ذاكر اللي هي فكرة الموضوع فأنا بعطيك وسائل إنه ممكن تتحايل على موضوع اللي هو الـ الـ إنه يكون لصالحك ولكن لا يجب أن تذكر أمثلة برجع بكرر لا تجي تكتب في الامتحان هاي وهاي فقط إذا كنت تؤيد تدعم الفكرة تكتب اللي هي ايش حكينا الفقرة هاي اللي فيها أفكار تدعم لاحظ فكرة الموضوع في السؤال إذا كنت لا توافق غير موافق لا تؤيد تكتب هذه الأفكار اللي إحنا نقشناهم مش إنه تيج تكتب هاي وهاي مع بعض لا طبعا خطأ هذا الإشي أصبح فيه تناقض في الموضوع فهذا الشيء لك الحرية توافق تكتب هذا الموضوع لا توافق اكتب هذا الموضوع وأنا بفضل دائما أنك تركز على موضوع اللي هو صيغة في حال كنت موافق أو تؤيد ليش لأنه عادة موضيع الوزاري بجابوها هي عادة موضيع إيجابية تمام فأكيد رح يكون ميول أي شخص رح يكتب لهو للموافقة طبعا طيب بظل عنا إيش هسا نكتب فقرة الثالثة الخاتمة لخص أراءك واكتبهم بكلمات مختلفة طيب لاحظ بعطيك برضو كلمات تستخدم في الخاتمة كاك تحكي على العموم من الواضح أن معطيكو إياها في النموذج الأول الستايل الأول لاحظ باختصار بإجاز إني بريف مرضو أخدناها بإختصار وإجاز لك الحرية المهم استخدم كلمات لها علاقة إيش أو تدول على الخاتم كاك تحكي في النموذج إني بريف في النموذج اللي بدك إياها لاحظ بكاك تكرر معناش مشكلة لاحظ شو ما أعطيكو الصيغة على العموم من الواضح بأن هذه القضية المسألة شو ما لها يعني مثيرة للجدل أستاذ ما وين جبت هالكلمة كلهم الفقرات كلهم الفقرات موجودة عنكم وكل شخص لديه آراء مختلفة يا بتحكي ديفرينج أو ديفرنت معناش مشكلة تمام ومع ذلك ومع ذلك شو بدي أطرح لاحظ نوعا ما كنصيحة كإيش كنصيحة لو كان الأمر عائد علي أو يعتمد علي I would definitely I would definitely support أو reject this idea طيب لاحظ سحة من أدعم أو أرفض يعني يعني هنا أؤيد أدعم أو يرفض this idea هذه الفكرة لاحظ بحسب الفقرة الثانية أنا حطي لك ملاحظة يعني كلمة بدك تحط هنا إيش هي الكلمة إذا كنت توافق أم لم توافق على موضوع فكرة السؤال نختار هذه الكلمات يعني الفقرة الثانية إذا أنت كتبت اللي هي فكرة موضوع أنه أنت لا توافق هذه الفكرة شو بدك تكتب هون لاحظ reject وإذا كنت لاحظ توافق تدعم تؤيد فكرة هذه الموضوع في السؤال شو بدك تكتب تكتب اللي هي support أما مش الثنتين مع بعض be careful تمام هاي بالنسبة لموضوع المقالة بشكل عام عندك نموذجين أعتقد أنه الموضوع سهل جدا هس أنت بإمكانك طبعا بإمكانك تحكي المهم يجب أن تبدأ الخاتمة بأحد الصيغ يعني تحكي brief finally تكتب واحدة من هذول لاحظ بإمكانك تكتب صيغة أخرى نفس ما حكينا لكم اتلخص الأفكار بشكل آخر تمام وتطرح أيش في النهاية تطرح ك نصيحة طيب لاحظ أنا بالنهاية معطيك أنه كلمات تساعدك على طرح وربط الأفكار فيما بينها هذه الأفكار يعني هاي كلمات أساسية لازم تكون واحد أحيانا أنه يعرفها حسب موضوع ممكن تساعدك لأنه أنتوا راح تجيك موضوع مختلفة في الامتحان الوزاري يعني لاحظ هذه كلمات ومعانيها عشان تستخدمها إذا اضطريت problem مشكلة damage ضرر danger اللي هي خطر issue اللي هي مسألة وقضية solution حل society مجتمع behavior soluk high canons كأفعال complain يشكو face يواجه solve اللي هو يحل won يحذر وBehavi يتصرف وعننا other expressions يعني تعابير أخرى ممكن تكون صفات إلى آخره common اللي هو شائع normal طبيع أو عادي dangerous اللي هي خطير ثمين problem مشكلة أساسية هون نفس الإشي لاحظ أنا حطي لك هون talking about problems للحديث عن المشاكل اللي هي الحديث عن الأسباب والنتائج مثلا cause وreason سبب طب effect تأثير عندنا هون كأفعال cause يسبب lead to وعن result n يؤدي إلى وعن مين ينوئ أو يقصد other expressions تعبير أخر because لأن هذا result كنتيجة لي وconsequently وبالتالي أنا أعتقد إذا أنت التزمت في اللي أنا أعطتك يا إن شاء الله حسب النمط style كل نموذج في نمط سؤال بيجيو حكينا لكم advantages disadvantages له نمط وموضوع opinion الرأي بشكل عام لم يجيو يحكي لك مثلا عن موضوع واحد اطرحلي مثلا أمثلي اطرحلي فيه رأيك فيه هذا الموضوع بشكل عام فيه نموذج آخر بتمنى تكونوا استفدتوا أنا هون أنهيت كل إشي ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر